السلام عليكم نيبا شخصية مراكشية كتعرفوها مزيان شتهرب بزاق في يوتيوب ديك الفيديوهات اللي كان كينشرها عليه واحد سيد صنعوه و جعل منه بطل ما كيهمناش في نوصل نيبا وش حال عندو ديال المعجبين حتفها يلي سيدف هذا العصر اللي كيهمنه هو واحد الملف في المحكمة ديال مراكش وعندو علاقة بها تشخصية وديك الحساب ديال حمزة مونبيبي اللي يجرب زفد الناس المحكمة تهموا بالتشهير بالمشاهير والابتزاز ومنهم الفنانة دنيا باطمة واختها ابتسام ماشي موضوعنا اليوم هو دنيا وابتسام انما اللي غادي نطلقوا له هو ما قال شي وحدين متابعين في ميلف تعرضها للمحكمة اليوم ومنهم البلوغر سوكينة كلامور اللي جبدت دنيا واختها في الاعترافات ديالها وجبدت عليهم من الحل صباح اليوم الخاميس جو جناير 2020 تعيين هذا الميلف ديال كلامور وشي واحد ملقب مول فيراري وزيد عليهم شي مرسل صحفي ثلاثة بهم كيتتابعوا أمان المحكمة بتدائية مرة كاللي بدأت في البث في الميلف ديالهم اليوم وما كان ممكن على المحكمة تبدأ تناقش الميلف حيث اليوم كان أول جلسة وضروري يخصموه للمتهمين باش يديروا المحامين اللي يدفعوا عليهم ويتطلعوا على الميلف هذا إجراءة ضرورية في كل ميلف وماشي غير في هذا الميلف اللي كيتتابعوا فيه المحكمة اللي تعرض عليها الميلف مع العشرات الصباح أجلت النظر فيه واللي كيتتابع فيه المتهمون الثلاثة ومنهم ديكسييد اللي قلت ومنهم ديكسييد اللي صناع شخصية نيبة اللي متابعوا وكلامور ومول فيراري على الاشتباه في علاقتهم بحساب حمزة مومبيبي اللي مزالي طياح ريوس وحدين خرين ويجيبها في الشبكة في حالة تعميق البحث سيمانا أعطيت هيئات الحكم عفوا بالمحكمة البتدائية للمتهمين مهلة باش ينصبوا الدفاع ديالهم وحدات يوم تسعودي الناي الجاري تاريخ اللي تاني جلسة للمحاكمة ديالهم والتهم اللي غادي توجه لهم غليظة هي تهم غليظة وخطيرة بحجم الشي اللي تورطوا فيه المتهمين الثلاثة كلامورو من معها متابعين بالمشاركة في القيام بوسط الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص والأقوال ديالهم دون الموافقة ديالهم المشاركة في توزيع الدعاءات ووقع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وتشهير بهم وهي بعض من كثير من التهم الجنحي اللي متابعين بها أما المحكمة ابتدائية بمدينة مراكش ماشي غير هاتشي باش من التابعين بل المحكمة تبعتهم بتهم أخرى من قبيل النص بمحاولة الحصول على مبلغ مالية بوسط التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال أي البراطاج وإحدى الطراب في السير دياله والتهديد وإذا ذكرتم معي فغالبية هذه التهم هي نفسها التهم لتوجهات الفنانة الدنيا باطمة واختها ابتسام اللي غادي يحقق معهم قاضي التحقيق بنفس المحكمة بشأن هذه التهم في جلسة جاية في شهر فبراير المقبل بعد ما تمتعوا بالصراحة المؤقت مقابل 30 مليون للدنيا و10 ملايين لاختها ابتسام لقبل ما يستأنف المحكمة أو قاضي التحقيق معهم في شهر سعود أعتقل الأمن للمراكش ديك المراسل الصحفي وهو اللي صنع شخصية نيبة وصحابه بجوجب من فيهم بلوغر سوكينة كلامور اللي فرشت الدنيا وبتسام باطمة جعلتهم موضوع مساءلة قانونية ما زال ما انتهج صنع شخصية نيبة والبلوغوروم والفراري المعروف ببيع الهواتف كيواجهوا ديك التهم لاشتباه في تورطهم في قضية حمزة حساب حمزة مومبيبي اللي تبث في الفيسبوك هو اللي بقى قيل تل سنوات كيبتز الفناني والمشاهر المغاربة وكيعرر المشاكل والحياة الخاصة ديالهم هادو غير ثلاثة من اللي هم مشتبه فيهم بالوقوف من قريب أو من بعيد وراء هذا الحساب اللي حرك الماء الراكد وجعل كل انتهج تتجه الى مراكوش لتقف في اثر وتطورات هادو الميل مجموعة اللي كتحوم حولهم الشبهات والعلاقة ديالهم مع هادو الحساب وصل دابل سبعاد الناس بمن فيهم دونيا وابتسام باطمة وصديقتهما البلوغر سوكينة المعروفة بلقب كلامور في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث والتعميق ديالها من مفاجآت قد لا تخطر على بالي احد وفي انتظار الجديد وتطورات المحتملة واي شيء يمكن يفرق على رمنا دمتم متتبعين او في قناتنا ودامت لكم الافراح والله يبعد عليكم بحال هاد المدرقات اللي احتحد ما هو بعيد عليها لكن اللي يديري ديه في الغار يقدر يعد طول حنش والله يبعد من ترككم الحنوشة وكحال الراس واي شيء ممكن ينغاس عليكم حياتكم واللهم افتح ابوه بالخير في وجهكم فكنوا كثيرين في اشتراككم بالقناة والى لقاء اخر وفيديو اخر دمتم اوفياء لقناتين